صباح الخير عليك يا أحمد وصباح الخير على جميانا وصباح الخير على كل مشاهدي صباح الخير يا مصر في كل مكان انتهى الأسبوع الأول بالفعل بنجاح منقطع النظير شفنا جولات شفنا لقاءات شفنا جلسات شفنا ورش عمل شفنا فعليات شفنا مبادرات تم اطلاقها بالفعل شفنا اتفاقيات تم توقعها فكان أسبوع ناجح بالغاية ويكتمل المؤتمر أو تكتمل جلساته في الأسبوع القادم إن شاء الله بداية من الغد حضور دولي مكثف والجناح المصري احنا تابعنا مبادرات كثيرة تم اطلاقها من الجناح المصري ومن باقي الأجنحة التي هي بجوار الجناح المصري الأجنحة العربية والأفريقية المشاركة أيضا والأجنحة الأوروبية خلايا نحل تتحرك داخل الأجنحة الجميع تحرك من المنطقة الزرقاء إلى المنطقة الخضراء ثم يعود مرة أخرى على الرغم من أن هناك مسافات ما بين المنطقتين كل ده عشان نشوف مؤتمر المناخ يخرج بهذا الشكل عشان نتكلم عن المبادرات والفعاليات اللي تمت الأسبوع اللي فات من مؤتمر المناخ معنا الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شؤون البيئة دكتور صباح الخير عليك صباح الخير على كافة المشاهدين وصباح الخير على مصر يا أهلا بك الفندم منورنا في صباح الخير يا مصر عايزين نعرف ونتكلم مع حضرتك عن فعاليات الأسبوع الأول حصاد الأسبوع الأول من المؤتمر يعني زي ما حالك قلت هو نجاح من قطع النظير لمصر ويعني حاجة للدولة المصرية مشرفة ان احنا ننظم مؤتمر بهذا الحد احنا وصلنا لأكتر من 40 ألف مشارك نتكلم على أكتر من 121 رئيس دولة كانوا موجودين فعاليات كتيرة جدا زي ما حالك قلت في المنطقة الزرقاء اللي تقع تحت مسؤولية الأول المتحدة ومنطقة الخضراء اللي جذبت الأنظر ودي الدولة المصرية هي لها يعني الإدارة بتاعتها فعاليات كتيرة تمت على مستوى ورش عمل وسمانرات ولقاءات سنائية يعني عايزة أقول إن ده كان مهم جدا جدا إن مصر تحط يعني بصمة في هذا الملف على سبيل المثال على المستوى السياسي تم إدراك مثلا صندوق التعاوضات لأول مرة في تاريخ الكوب في أجندة مؤتمر الأطراف واتحسب من الدولة من خلال إدراك باند الخسائر والأدرار وده باند اللي طالما رفضته الدول للكوب وده إن كان ده جل عن قوة الدولة المصرية وحسن إدارتها وإقناع كافة الأطراف كأنها دولة مضيفة بتكون دايما غير متحيزة فده طبعا نجاح كبير على المستوى السياسي على المستوى الفني زي ما حضراتكم شفتوا العديد من الفعاليات والمبادرات تم إدراك سواء على المستوى الرئاسي فخامة الرئيس أطلق العديد من المبادرات زي مبادرة الهيدروجين الأخضر زي مبادرة المصرية الكبرسية كل دي بتفتح أفاق تعاون كبيرة جدا جدا لمصر الآن ومستقبلا على المستوى برضو الوطني أطلقنا المبادرة الحياة كريمة لأفريقيا برح ومبادرات أخرى عديدة كلها تصدف في وصلحة الأول برح كمان كان يوم التكايف والزراعة فمع منظمة الفاو ووزارة الزراعة تم إطلاق مبادرة فاست فلأي مدى حضرتك شايف خروج هذه المبادرات من قمة المناخ السابعة والعشرين يأتي بثماره ويسعى إلى تنفيذ التعهدات السابقة للقمم السابقة أنا عايز أقول أن هذه المبادرات تم وضعها بحرفية شديدة جدا لأنها تخدم على المفاوضات الجارية على سبيل المثال موضوع الغذاء وموضوع التكايف وموضوع أساسي للدول النمية ومصر طبعا مترشحة باسم أفريقيا فكان مهم جدا لنا نحط أيام موضوعية تتماشى مع الأولويات المصرية على سبيل يوم المية مثلا ده يوم مهم جدا جدا عشان فيه نذكر العالم بأثار طائر المناخ على المية ومشاكل المية واحتياجات دول العالم لأنها تتكاتف في ملف المية في إمبارح زي ما حضرتك أشارتي كان مبادرة الغذاء والزراعة والتكايف دي مبادرة مهمة جدا جدا نجحنا أن نجيب كل الأطراف الداعمة والهدف من هذه المبادرة أن نحن بنعملها بيبقى فيه تعهدات من الجهات المشاركة بضخ العديد من التمويلات والحاجة الكويسة أن نحن برضو عملناها على مستوى ريجنال يعني برضو مش بس المصر فقط فدي طبعا بتبقى خطوة مهمة جدا لجن يتبعها العديد من الخطوات المهمة عظيم مش بس المصر بس يا دكتور فيه حاجات كتيرة من مصر عملتها مش بس المصر يعني مصر لما تحاول إلى مركز لتصدير الهيدروجين الأخضر ده مش هيكون فقط لمصر ده لتقليل الإمبعاثات كمان في الخارج لأنه ينتج من الطاقة الجديدة والمتجددة ده حقيقي هل إحنا عندنا خطة وحتى إن كانت خطة طويلة للأمد للتخلي تماما عن الوقود الحفوري واستبداله والطاقة الجديدة والمتجددة هنتكلم أول على موضوع الهيدروجين الأخضر مصر من سنة وإحنا بنشتغل على استراتيجية مصر للهيدروجين الأخضر وده إن شاء الله هيتم إطلاقها في هذا المؤتمر إن شاء الله مع وزارة الكهرباء طبعا لأنها هي الجهة المسؤولة الأساسية عن هذا الموضوع وطبعا في الخطة دي احتياجاتنا للإستثمارات وزي أنتم شفت أكثر من 16 اتفاقية تم توقعهم في مجال الهيدروجين الأخضر ويمكن خلال أي من المؤتمر كمان تابعنا أول إنتاج للمتطقة الاقتصادية لقناة السويس للهيدروجين الأخضر بالضبط يعني ده ندلع شيء أولا لأن ده مصر تتمتع بمقونات كبيرة جدا جدا أزمة الطاقة العالمية اللي احنا بنعيشها الوقتي خلك العالم يبص بدرجة كبيرة جدا لمصر ككورودور للطاقة الجديدة والمتجددة فده حاجة مهمة جدا جدا عملية التخلص من اللي احنا بنقول التخلص ولكن بنقول اللي هو التقليل منه تدريجيا يعني ما ندرش نحنا لازم يكون في بدائل وبدائل اقتصادية والعالم كله زي ما انت شايف برضو هما نفسين بنفس هذا المنهج فاحنا عندنا خطط تتماشئ بتوفير البديل سواء طاقة جديدة كسواء هيدروجين وليس يعني انسب من انا اتكلم على العشرة ميجا جيجا واط اللي هيتم انشاءهم باكتر من عشرة مليار دولار ده خارج من هذا المؤتمر هيتم دعم مصر باستثمار مباشر لأكتر من عشرة جيجا واط تتكلف اكتر من عشرة مليار دولار فاحنا مزاجنا بين المنح والقروض والاستثمار والاستثمار ده حاجة مهمة ودائما بالنسبة لنا فكان ده نجاح هذا المؤتمر ازاي ان احنا نربط هذه المعادلة وزي ما شفته جون كيري والرئيس الامريكي لان كانوا بعرضوا بيقولوا على برنامج نوفي اللي احنا صممناه مع وزارة التعاون الدولي ان هذا البرنامج هو مثال اللي يحتزى به للدول في كيفية التعامل مع قضية تغير المناخ وتحولها من قضية يعني الناس دايما عايزة منح وغيره انها بات مرتبطة اكتر بمجال الاستثمار قيمة اطلاق مثل هذه المبادرات خلال قيمة من المناخ بيفيد في ايه؟ ده بيفيد اولا رفع الوعي لكل الناس بالمشاكل الموجودة ثانيا ده لازم نكون جاهزين احنا كدولة مصرية بزي بقولوا ايه مقترحات مشروعات حلول ويمكن دي دايما الدول الكبرى بتكون عايزة مشروعات ومشروعات نكحة تنفذ على ارض الواقع علشان يلتزموا بمسألة التمويل ودي انا عايز بس اركز عليها سبب نجاح هذا المؤتمر هو استعداد مصر القوي جدا احنا عملنا استراتيجية تغير المناخ طلعنا من استراتيجية المناخ اكتر من 100 مشروع من هذه الاستراتيجية يعني حولناها بس بمجرد استراتيجية لمشروعات والمشروعات دي حولناها لأفكار مشروعات بقيم مالية صحيح فطبعا لما بنيجي نتكلم عادي شكلنا كمان المجلس الوطني بالظبط شكلنا المجلس الوطني فما بنيجي نتكلم مع اي جهة منحة انتو عايزين ايه خد احنا عايزين واحد اتنين تلاتة اربعة مش لسه هنقول والله لسه هنرجع ونتكلم ونسأل عادي احتياجاتنا ايه فده برضو خلى الجهة اللي هي بتقدم تمويل لما مصر بتتقدم انا بقى عندي قادر بيانات وبقى عندي خريطة للمشروعات بلا جدال بلا جدال وبكل يعني حشافة فيها ده يعني في اللقاءات حتى السنائية مع الجهات المختلفة ما بيسألونا ده عندك وايه بنقدر نجاوب في نفس القاعدة مش هقول لسه هارجع انا ايه الاوليوات بتاعتها اعتقد كان نجاح لوزارة البيئة ان هي تبدأ تعمل الاستراتيجية وتحولها لخصة استثمارية طبعا بالتعاون مع كل الوزارات كل ان فيما يخصوا لان طبعا دي حاجات نفهم لكل وزارة طيب هل احنا عندنا اه خطة للحفاظ على التنوع البيئولوجي ملامح هذه الخطة وملامح هذه الاستراتيجية احنا عندنا طبعا محميات طبيعية كتيرة جدا في مصر طبعا احنا هنا يعني موجودين في شرم الشيخ وجنوب سيناء خمسين في المية منها اه يعني اه يعني تزيد او تقل هي محميات طبيعية ومجال التنوع البيولوجي احنا عندنا يوم كامل للتنوع البيولوجي هيبقى يوم 16 جايبين في كل الجهات التي تعمل فيما التنوع البيولوجي وزي ما حركوا عارفين ان فخامة رئيس الجمهورية هو اطلق مبادرة تأذر التلات اتفاقية احنا عندنا تلات اتفاقية دولية للبيئة اول حاجة بتاع طاول المناخ اللي احنا فيه النهاردة وفيه عندنا تفاقية التنوع البيولوجي وعندنا واتفاقية التصحر فكان رؤية الدولة المصرية وده انا عايز اقول برضو دي حاجة عمرها ما حصلت ان احنا كدولة مصرية عندنا رؤية ان تأذر هذه الاتفاقيات يعني فيه حاجات مشتركة كتيرة جدا جدا فاحنا عندنا خطة كطموحة احنا نظمنا في 2018 مؤتمر التنوع البيولوجي اللي هو اللي هيتم ان شاء الله في مونتريال في ديسمبر اللي جاي واحنا عدوة ومؤسس وقوي جدا جدا فيها فان احنا عندنا خطة نأمل لجذب العديد من التنولات لتطوير المحميات الطبيعية اللي حفاظها على التنوع البيولوجي زي ما شفتوا احنا عندنا اكتر من 45 ألف واحد معظمهم عمرهم مجون مصر انبهروا بكمية المحميات الطبيعية بالكورة الريف اللي عندنا احنا الكورة الريف بتاعتنا او الشعاب المرجانية هي اخر شعاب مرجانية على مستوى الكون هتتأثر بتغير منها ربنا خليها كده الجينات بتاعتها تتحمل اي تغير مناخ على الشيء عن كده فيه اهتمام كبير جدا جدا عالميا ودوليا واحنا طبعا هنا كجهشون بيئة محميات كوزارة بيئة بالحفاظ على هذا النوع من المحميات اللي هو الصروة مش بس المصر للعالم كله طيب دكتور لو احنا طول الوقت بنتكلم عن مكاسب تنظيم مصر اللي مثل هكذا مؤتمرات شفنا عوائد اقتصادية شفنا حزمة امريكية نصف مليار دولار لدعم المشروعات الخاصة بالاقتصاد الاخضر ايضا العوائد الساحية اللي ما تخفاش على اي حد واللي احنا شايفينه هنا في شرم الشيخ مسألة بقى العوائد البيئية من تنظيم هذا المؤتمر على مصر طبعا كل ده بيصب في العوائد البيئية ملف البيئة يعني لو حضرك طبعا كل الوقت بقى فيه زخم حتى من الشباب الصغير يعني اولادنا وحتى بنتي وكلهم بيدعموا الدولة المصرية في الكوبت وينتسيبين ده احنا على مستوى الشخص سعيد جدا ان هذا المؤتمر وصل لشباب الصغير صحيح يعني هنا يمكن المتطوعين الشباب صغيرين جدا جدا بيعملوا بشغف كبير جدا جدا لصالح الدولة المصرية وده حاجة مهمة جدا جدا الحاجة المهمة جدا ان انا برده بقولها ان معظم وزراء الدولة المصرية بما فيهم طبعا دولة رئيس الوزراء كان موجود كلهم حضروا وحضروا فترات طويلة ده اندل على شيء ان بقى فيه وعي حتى الوزراء التانية اللي كانت شايفها وزارة البيئة انها ممكن تكون وزارة بتقول على حاجات معينة للحفاظ على البيئة ممكن في بعض الاحيان ممكن تكون فيه مع يعني تضاد مع آآ رؤية الوزارات الاخرى لكن كله تأكد الوقت من هذا الزخم ان ده حاجة مهمة مش على سبيل المثال لو هنصدر برا وانتجك لازم يكون صديق البيئة محدش هيفتح لك اسوأ فاحنا لما وزارة البيئة وجهاش ان البيئة بيتكلم على ان احنا نتوافق مع المعايير البيئية اللي تحافظ على الصحة وعلى السلامة برضو دي بتعزز موقفك عشان ما تتصدر برا فده انا شايفه نجاح كبير جدا جدا هذا الزخم ان مراعات البعد البيئي ما بقتش رفاهية ما بقتش رفاهية بكل كلمة ما تعنيه الكلمة يعني انا كنت شغلت طول عمري في الصناعة فترة طويلة واعلم ما يعني قطاع الصناعة قطاع الصناعة لا يستطيع حتى بعد الكورونا لما جدت وبدأ ناس تتستورد من مصر من شركات اللي كانت شغالة احنا اشتغلنا فترات صعبة بعد كده اشترتوا عليهم عشان كملوا معاهم لازم يتوافقهم اذا ما فيه تواصل من كل الوزارات وبالتأكيد فيه لجان بثقت عن هذا التعاون بين الوزارات كلها سواء وزارة البيئة وزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة وزارة الزراعة وزارة لان الموضوع يعني محتاج تضافر جهود كل هذه الوزارات السؤال المهم احنا خلاص في اخر ايام المؤتمر هيبقى يوم الحلول ننتظر ايه من يوم الحلول وماذا بعد المؤتمر احنا في طبعا زي ما حرقوا عارفين السؤال اللي جايدة هيبقى مركز اكتر عن المفاوضات وان احنا نخرج بيعني قرارات مهمة طبعا هتبقى تناقش في مؤتمر الكوبت وينتي ايت اللي هيبقى ان شاء الله في الامارات العربية اللي احنا هنفضل موجودين معاهم لسنة كاملة بنساعد دولة الامارات في تنظيم هذا المؤتمر طبعا بعد يعني المكاسب الفنية والخبارات اللي احنا خدناها في هذا التنظيم الكبير فده مهم طبعا يوم الحلول ده من ضمن الايام عمدنا قطة للاستفادة بمسألة يعني ما خرجنا به من مؤتمر المونيق طبعا ده يعني احنا زي حركة شرطة الجزء الاقتصادي خلاص انطلق الجزء بقية المشروعات احنا عندنا لستة اكتر من 127 مشروع لازم دي بقت خطة انت ما عندكش يعني كل وده بتوافق كل الوزراء لازم انا بعتبر يعني بكل امانة هذا المؤتمر هو بداية لطفرة في موضوع البيئة في مصر والله بجد يعني ان الناس بقت عندها يعني وعي شديد جدا مش عشان حاجة لانه ده الموضوع البيئة ده مرتبط بالصحة صحيح وبيأثر على الناس بشكل مباشر واحنا بكل تأكيد دكتور طبعا هننتظر يوم الحلول وهيكون لنا لقاء تاني نتكلم فيه مع حضرتك برضو عن ما ستفعله مصر بعد انتهاء المؤتمر بنشكر حضرك طبعا شكرا جزيلا دكتور علي ابو سنة رئيس جهاز شؤون البيئة شكرا جزيلا لك فعلا شكرا جزيلا شكرا لحضرتك